لكن من غير ما نعرض يطلع إعلامي كويتي أعتقد عبد الحميد أو عبد الحفيز عطية عبد الحميد أو عبد الحفيز عطية في قناة اي تي في الكويتية تخيالوا يقول ليه بقول لك ما رأيته في الدور المصري في مباراة الأهل والمحلة أمر غير طبيعي ليه سيدة ليه أخي عبد الحفيز قال لك خلاص لجنة الحكام تصدر قرار إن الحاكم ما ينهي المباراة إلا لما يفوز الأهل لا تدفع عن الباطل المفروض من يشجع الأهل يستحي ده كلام تخيلوا ليه يستحي ليه عمنا قال لك أنا بشجع فريق إزاي يفوز بهذه الطريقة وبيقول للأخ عبد الحفيز عطية أنا بصلي ركعتين شكر لله إني بشجع الزمالك اللي بيفوز عن جدارة واستحجاج وما بيحتاج لمساعدة صديق ونحن بدورنا يا أستاذ عبد العليم من جمهورا ومسؤولين وأعضاء بنسجد شكرا لله إنك مش واحد مننا لأن ما فيش حد يا راجل يا راجل ده الجون جه بعد ثواني من جون المحلة يعني الوقت لما تمد المحلة اتعدلت ده مش بس السنة غير كده فأنت جبت الجون بعد يعني الصافرة بتاعت الفاول ثواني من جون المحلة وبعدين إذا كنت أنت شايف أنك بتستحي من الفوز بالطريقة دي ما استحيتش يوم المصري لما خدت ضربة جزاء وهمية في الثانية الأخيرة بعد الوقت الأصلي باربع دقايق طيب خلينا نقول بعض الوقاعة لأن ده كلام مهم يا أستاذ عبد الحفيز يوم 2 مايو 21 20 و 21 إزا مالكت عادل مع بيرامدز إزا مالكت عادل في ديها كام يا أخي ياللي ما بتستحي في ديها 96 يعني في بلاس 6 دقايق انت فاكر إن الأهلي بس اللي بتحسب له وقت مع إنه في مباراة المحلة إلا أنا مقدر الصدمة العصبية اللي حصلت لك إن الأهلي اللحظة اللي المحلة يتعادل فيها بقي عشرين ثانية ولا أقل من عشرين ثانية وجمهور الأهلي في الأستاذ اللقطة اللي الكابتن سيد عبد حفيز طلبها لأنه الحقيقة اللحظة اللي تسجل فيها هدف التعادل جمهور الأهلي اللي موجود في الأستاذ بيهتف واللي بقي حاجة وعشرين ثانية فتيجي تتحسب فاول عشان يكسب الأهلي بهدف عالي معلوم طبعا ده عمل عبد حفيز ده ولعب العليم صدمة عصبية كلامه بعد هذه الصدمة مقدر بس لو يرجع لحقائق الأمور بعد ما يقوم من السجدة اللي سجدها حيكتشف أنه مطشي الأهلي والمقاولين الأهلي كسبان الحاكم الدار بعد دقائق المقاولين ضاغط المطشي متد للدقيقة كام حنفكركم لو ده موجود الدقيقة مية بصوا على لقطة رفع الحاكم الرابع في مطشي الأهلي والمقاولين عشان تشوفوا الوقت اللي أضيف كام وشوفوا نهاية المباراة كانت وصلت المباراة للدقائمية في ظل ضغط من المقاولين والأهلي كسبان والأهلي هو الكسبان ما كانش الأهلي هو اللي محتاج ياخد وقت إضافة يعني الأربع ده يوصلوا عشرة بالضبط لقطة تشجيع جمهور الأهلي في مباراة المحلة زي ما قلتلكم بعد هدف التعادل كانت حاجة غير طبيعية بتكشف ليه الأهلي بيتفوق لكن الزمالك مع كل الاحترام يوم 24 مايو 21 الزمالك بيكسب المصري 3-2 يا أخ عبد الحفيز عارف الزمالك كسب كسب في الدقيقة كام 98 عشان تقوب من السجدة في الدقيقة 98 ضربة جزاء سجلها زيزو كانت اللعبة أصلا فاول على الزمالك 14-21 الزمالك برضو في الوقت البديل المتأخر بيكسب الجيش بهدف وسما فيه والوقاع كتيرة بس أنا على فكرة بره الهرتل اللي موجودة ديت وإنك أنت تسيل النادي الأهلي بهذا الشكل دي قناة كويتية شقيقة هو ده بقى كيف يسمح هذا الأمر هل مسموح لنا هنا إن إحنا نهاجم أي نادي في الكويت على حساب نادي أخر لأننا بتحب النادي ده على حساب ده بالسلوب ده ما شأننا أنت بتحب الزمالك أدي أدي بس متأخرة قوي أدي أربع دقايق اللي ترفعت في مباراة المقاولين أربع دقايق وقت بدل ضايع شوف بقى يا أخي عب حفيز أولاً ده المقاولين ضاغط كان يبحث عن التعادل قال هو الكسبان لو جبت اللقطة اللي بعديها حتكتشف إنه الماتش امتد للديئة مية في ظل ضغط المقاولين وسعيه للتعادل حطها لنا يا ابني الديئة دي لو أعرف تحطها ها هنشوف في الديئة مية طيب مباراة المحلة تشوف اللقطة بتاعة الجمهور لا هذه اللقطة دي من نرفزها ها دي اللي عملت له استدبا العصبية ها 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 دي جون المحلة بتاعة التعادل تمام اتعادل المحلة طبعا مع ابحافيز دا جات له صدمة عصبية اللي يقول الكلام اللي انت وصفته بايه ها 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 يعني اللي حصل دا عشان يتقال لازم يكون تحت تأثير صدمة عصبية عنيفة بصوا الجمهور لو تفتحوا الصوت يعني الفاول بصوا الجمهور بصوا الجمهور الوقت يا جماعة بقى عشرين ثانية شوفوا الثقة في الاهل وفي اللعب قول لي يا أخها بحافيز ايه الشبهة في دا ها غير انه يبدأ مصدوم فاول تحت عين الحاكم ايه التراضك دا بعد الجنب ايه بقى قل من ثلاثين ثانية عشرين ثانية اه عشرين ثانية ما علينا يعني دا انت لو عسى نقشب شكل موضوع لكن هو واحد مش بيحبك وقالها انا الحمد لله انا بشجع الزمالك يا سيدي شجع الزمالك وافرح بالزمالك ودافع عن الزمالك وقل الآله وحش لكن هذا الاسلوب اللي بتتكلم به واستحه والله يا اخي انت اللي لازم تستحي